صحة وسعادة الصحة والخير والنور والإشراق صباح الإزدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالخير والصحة والسعادة عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج إذاعي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الإذاعة الرائدة إذاعة نور دبي ومن خلال مؤسسة دبي للإعلام ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل بين الجمهور جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها الباب مفتوح لطرح الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أيضا هي نافذة لاستقبال آراءكم وملاحظاتكم وما نقول شكاويكم ولكن الأمور التي تساهم في تطوير خدماتنا وتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي فلكم كل الأمنيات أعزاء المستمعين وأصدق التهاني بالعام الجديد أيضا الذي نستقبله بعد أيام وأهلا وسهلا عموما مستمعين الكرام اليوم رح نتناول موضوع شيق وجميل حقيقة حيث تمثل الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري للقطاع الصحي ليس في دبي وحدها وإنما على مستوى العالم وذلك لما لهذا النوع من الرعاية من أهمية قصوى ولسيما ما يرتبط به من الإجراءات الوقائية التي تعد بدورها الحصن الأول من الأمراض المختلفة ومع اهتمامها الشديد بتوفير أفضل سبل الرعاية تعمل هيئة الصحة بدبي على توفير أعلى مستويات الخدمات الوقائية وأهمها تقديم التطعيمات اللازمة لكل الظروف والحالات وعليه وجهت الهيئة خدمات التطعيم في ثلاث مسارات ما نتكلم عنها بالتفصيل أيضا لكن خلوني في البداية أستقبل هذا الاتصال وهذه المداخلة من الدكتورة فتحية سركال طبيب أخصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي صباح شاء الله بالخير دكتورة صباح النور مرحبا دكتورة اليوم لدينا موضوع شيق واعتقد يهم جميع المستمعين لكن في البداية خلينا نتحدث عن فكرة عامة عن الحملات التطعيم العالمية التي تشارك بأهية الصحة بدبي وأهميتها وما هي فائدتها للمجتمع السلام عليكم جميعا ويتقبل أشكركم على هذه المداخلة التفقيفية وجهودكم أشكركم عليها نحن طبعا هنا في خدمة المجتمع وتضافرنا معاكم مع الإعلام يساعدنا في إيصال المعلومة السليمة إن شاء الله للناس الفكرة أن دولة الإمارات كانت دائما مواكبة للأحداث الأقليمية والعالمية مع منظمة الصحة العالمية طبعا هيئة الصحة في دبي دائما على تواصل مع وزارة الصحة ونتبع الأرشادات العالمية فنظرا إذا صار أي تغيرات عالمية أو أقليمية يطلع توصيات من منظمة الصحة العالمية فتوصل هذه التوصيات لهيئة الصحة في دبي بالتعاون مع وزارة الصحة ومع هيئة الصحة في بوظبي بحيث أننا على مستوى الدولة نكون مواقبين لجميع التطعيمات المفروض تأخذها الدولة ونكون مواقبين لجميع الدول الموجودة في الأقليم حاليا دولة الإمارات تقدم سنويا إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية بجميع التغيرات التي تحدث عندنا مثل بقية الدول الأقليم وبناء عليه تجينا توصيات أن مثلا دولة الإمارات الحين محتاجة تسوي حملة لتطعيم معين لتفادي مرض معين طبعا هذا دولة الإمارات معروفة أنها قدرت تحصل على استقصار لكثير من الأمراض عن طريق حملات التطعيم عن طريق طبعا برامج التطعيم التي منلسزم فيها وحملات التطعيم وفي بعض الأمراض مسيطرين عليها وفي بعض الأمراض إحنا حاليا وقعنا تعاقدات مع منظمة الصحة العالمية الوزير طبعا مع الوزير وقعها بحيث أنه نقضي على هذه الأمراض فعشان يصير سيطرة وقضاء على هذه الأمراض بين وقت والآخر نسأل القيام بحملات عالمية نحن هنا طبعا في الحملات هذه نصل لكل شخص موجود في المجتمع المقيم الزائر المواطن وبهذه الطريقة نقدر نبني هماية للمجتمع الحملات العالمية هاي هدفها الأساسي هو زيادة المناعة عند الفئة الأكثر عرضة للمرض وهذه عن طريق إحنا لما نقوم بالحملة هاي تعتبر أسرع وسيلة للوصول لهذا الشيء نعم حاليا هذا مختصر مفيد بالحملات العالمية وطبعا المقيمين هنا عارفين بالحملات اللي قامت بها الدولة بدون ذكر طيب دكتورة يعني أنا سبحيري بذكر بعض البرامج الخاصة بالتحصين الوطني واللي أنتوا تتوجهون من خلال التطايمات الخاصة بالأطفال يا ترى ما هي هذه البرامج أهميتها في الوقاية من الأمراض اللي ذكرتيها احنا عندنا البرنامج الوطني للتحصين هو طبعا هذا اللي نستهدف بالأطفال من الولادة إلى سن الخمس سنوات البرنامج الوطني هذا عبارة عن طريقة لبناء مناعة عند الناس الفئة أو الفئة اللي هم أكثر عرضة للمرض والفكرة أنه إحنا مش بس خايفين من المرض إحنا التطايمات هذه تستهدف وقائية هي بس هي هذه في البداية عبارة عن بناء مناعة يعني أنا بحميهم من الإصابة من مرض المرض هذا مش أي مرض البرنامج هاي يحتوي على أمراض معينة المعروفة أن الإصابة بهذه الأمراض قد تعطي نسبة معينة من الأطفال قد يصابهم بأعقات أو وفيات فأنا لما وهذا الشيء تماما أكثر أتجنبه بمجرد تطايم فإحنا لما نسوي برنامج وطني ومثلنا مثل بقية الدول العالم وبقية الدول الأقليم ونتبع التوصيات التي تنا من منظمة الصحة العالمية إذا كان في هذا برنامج وطني وقوي ويوصل لكل الأطفال أنا بوصل لحماية للمجتمع كله وبالتالي بقل الإصابات والوفيات والإعاقات التي ممكن تصير من هذه الأمراض نعم دكتورة بس على عجال الأماكن التي تتوفر فيها هذه التطايمات طبعا نحن لدينا التطايم في جميع المراكز الصحية تحت قسم صحة الطفل وبعد البرنامج يكمل في الصحة المدرسية لأننا لدينا كي جي ون وكي جي تو إلين خمس سنوات البرنامج الوطني إلين خمس سنوات فهذا بعد يتم متابعته في الصحة المدرسية عن طريق المدارس ويتم متابعة التطايمات في المدارس عن طريق حيئة الصحة في دبي طيب دكتورة بس آخر سؤال عندي يعني مدى الالتزام بأخذ هذه التطايمات وهل هناك يعني متابعة من قبل الهيئة للأهالي لتذكيرهم بمواعد التطايمات الأهالي من بعد الولادة يتم على طول تسجيل الطفل أنه خذ التطايم بعدها يصير عنده ملف عنا وبناء على ملفه ونقاط أرقام التواصل يتم إرسال اسم اس اتصال بيهم بعد ما يكونوا نعطوهم مواعيد في حالة أنه ما جعل الموعد أو ما نتذام في متابعة أنه نحاول ما يكون عنا أي حد يسقط من التطايم ممتاز دكتورة فتحية السركال طبيب خصائي طب المجتمع بقطاع رعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة شكرا جزيلا حيا أيضا مستمعينا نحن ما نتواصل معاكم حول هذا الموضوع والمزيد من المحاور الخاصة بهذا الموضوع لكن من بعد ما نتوقف مع فاصل قصير بعد الفاصل بتكون معانا إن شاء الله في الستوديو الدكتورة سوسن نحاس أخصائي طب المجتمع بهيئة طبيب أخصائي طب المجتمع بهيئة الصحة بدبي نتعرف أكثر على موضوع التطعيمات وأيضا منستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر الأرقام اللي انتو تعرفونها وبتسمعونها في الفاصل فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن التطعيمات التي تقدم وأهميتها أيضا قبل الفاصل أنا ذكرت أن هناك تطعيمات لازمة لكل الظروف والحالات وعليه وجهت الهيئة خدمات التطعيم في ثلاث مسارات الأولى المسار الأول تطعيمات الخاصة بالمسافرين خارج الدولة الثاني تطعيمات المتوفرة للجمهور بشكل عام والمتعلقة بالوقاية من الأمراض الموسمية الثالث التطعيمات المقررة على الأطفال والتطعيمات الخاصة بالحملات العالمية وهذا اللي تحدثت فيه قبل الفاصل دكتورة فتحية السركال الآن انضم لي في الستوديو انضم إلينا الدكتورة انضمت إلينا الدكتورة سوسن النحاس أخصائي طبيب أخصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي حياتي الله معنا الدكتورة الله يحييك طيب أيضا الإخوان قالوا لأنه في مكالمة معنا على الهواء أخوي عبدالله تفضل أهلا وسهلا يا هلا أخبال خير يا هلا تفضل أهلا صبح بكاترة السلام عليكم أهلا وسهلا دكتورة أهلا أهلا والله أنا يوم سمعت البرنامج تتكلمون عن التطعيمات وكذا نعم فيعني أنا واحد من مجرب يعني بالمجراءات اللي يتأخذ الدائرة الطبية ولا مستشفيات الإمارة دبي يعني نعم بأسة يعني خاصة نعم أنا عندي ولد يعاني من يعني حدم وجود صمام في قلب يعني إن ولد ما فيها صمام في القلب فتابع الإجراءات هذه في مستشفى تم تم تحويلها من مستشفى دبي من مستشفى إيراني إلى مستشفى خليفة في أبوظبي والحمد لله يعني ما قصروا جماعة هناك في مستشفى خليفة نعم أشكرهم صراحة طيب عبدالله شو 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 السؤال بالضبط الحين يا السؤال السؤال أنا يعني إذا إذا سألت السؤال ما بتعرف يعني شو القبل السؤال يعني ما علي عبدالله أنا لن آآ يعني أبغي أبغي أختصر الوقت آآ على المستمعين بس تعطيني تعطيني أنا عندي ولد يحتاج تطعيم في مستشفى آآ راجعت مستشفى لطيفة قالولي الولد هذا عنده آآ العمر يعني آآ يعني آآ أكثر من سنتين آآ ما ينحطها هذا ففي نفس الأسبوع هذا دكتور لأنا راجع فيها في مستشفى آآ آآ خليفة قال لي قال لي لازم تراجعون دبي وتعطون التطعيم هذا حد الإنفلوينزا لأن الأولاد بمرهانه يتعبون في آآ الموسم الأمراض الإنفلوينزا مثلا نزين عبدالله أنا أنا بطلب بطلب من الإخوان ياخذون آآ لن أعتقد حتى ما دري إذا الدكتورة توافقين الرأي ولا لا بس لأن الحالة محتاجة متابعة أكثر لازم نشوف الملف الطبي الخاص فيك ونشوف آآ يعني الحالة التي تتحدث عنها بشكل آآ كبير أنا بطلب الموضوع إدارية موضوعهم رفضوا قالوا أحنا في أسباب عبدالله 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 أخوية في أسباب عملية آآ لعمليات الرفض ما أعتقد أن الأمور تكون إدارية ولا ولا خاصة بأن المستشفى ما يرغب يعطاك التطعيم لأنه إذا بتتابع الحلقة أيضا أنا بتوجه للدكتورة آآ آآ في 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 نقاط كثيرة به في هذا الصدد وما نتحدث عن التفاصيل هذه نزين 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 أنا عندي ظروف يعني عبدالله أنت تحولت من المستشفى الإيراني عبدالله أنا أنا بس عشان ما أضيع وقت البرنامج وآآ ومستشفى الإيراني أنت لا يعني لا تكلم شيء أنا ممستشفى الإيراني بديت لا لا يعني وقادت الطفل هذا من المستشفى إيراني بس أنا أراجع في المستشفى خليصة زين عبدالله 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 أهدى شوية خلني أنا بقول لك بقول لك الإجراء اللي ما نسويه بالضبط الحين أنا بخلي الإخوان تحت الهواء ياخدون رقم تلفونك آآ بيتصلون فيك بعد البرنامج مناخذ التفاصيل الرقم رقم الملفة الصحي ما للطفل ومنشوف كل المواضيع هذه اللي تتحدث عنها وين الخلل إذا كان هناك خلل آآ من قبل الهيئة تأكد مئة في المئة ما نحاول نعالجه وأيضا خلك على السماع يمكن من خلال الحوار زين آآ تكتشف الإجابات اللي أنت تحتاجها بالعكس أنا متابع البرامج كله يعني بس يوم أشوف يعني اللي يتكلمون في البرامج نعم غير أن أنا آآ يوم حصل في الواقع يعني أنا عندي فرعة تصل التلفون يعني عبدالله أنت تتشرفني شوف القضية مو قضية أني أنا أنا داخل معاك في نقاش آآ غير عن الواقع ولا آآ يعني آآ مطابق للواقع تأكد أنه نحن هنا لنقل الواقع آآ اللي موجود ممكن الزاوية اللي موجودة عندك أنت آآ آآ نحاول نوسعها أكثر نشوف المواضيع الأفضل اللي ممكن نحن آآ نطرحها آآ أيضا عبدالله القضية أنه آآ آآ هناك آآ دائما آآ الجهود محتاجة أنه هي آآ تكتمل محتاجة آآ آآ تطور ومن خلال آآ اتصالاتكم من خلال آآ ملاحظاتكم نحن نشوف التقصير وين ونحاول نطور من هذا التقصير لغرض بسيط هو عملية أن المراجع ما أنه يكون سعيد شواله هذا اللي خلاني أنا أتصل تعفون حتى يعني لا يكون في تقصير من عبدالله أنا أنا راح من وقت البرنامج عندي خمس دقائق تقريبا وما آآ ما قدر تغطي المواضيع كلها فسامحني الله يحفظك وإن شاء الله آآ بيتصرون فيك الأخوان بعد الفاصل آآ بياخذون الأرقام الخاصة فيك دكتور عندك تعليق على مكانمة عبدالله آآ طبعا إحنا من ممكن للأخوان يكلمون ياخذون تفاصيل أكثر من آآ الأخ نعرف عمر الطفل ونتأكد أنه آآ وين لازم ياخد تطعيماته يكمل تطعيماته بنفيده إننا نحاوله للقسم المناسب آآ على أساس أنه يكمل طفل أي تطعيمات روتينية أو تطعيمات تناسب صحته ممتاز إذن هذا بعد ما نرجع لي الملف الطبي الخاص بالطفل عموما نرجع لي آآ محاور حديثنا دكتورة آآ نحن نتكلم اليوم عن آآ التطعيمات آآ في البداية أنا قسمت للآآ التطعيمات إلى ثلاث مستويات بتكلم عن التطعيمات الخاصة بالمسافرين خارج الدولة آآ هذا المحور الأول اللي ما نتكلم فيه دكتورة آآ يا ترى ما هي أهمية التطعيمات بالنسبة للمسافرين خارج الدولة طبعا التطعيمات آآ آآ هي مهمة جدا وبالنسبة للمسافرين أهم آآ لأن المسافرين آآ يتجهون لمواقع عديدة خارج الدولة لبلدان عديدة بعض البلدان يكون فيها آآ أمراض مستوطنة فيها طول السنة موجودة عندهم هاي الأمراض بعض البلدان يصير عندها أو بيئة جديدة تزيد عندهم نسبة مثلا أمراض متفشية جديدة فالمفروض من آآ الناس اللي يحافظون على صحتهم وصحة المجتمع اللي حواليهم على أساس أنهم يوم بيسافرون وممكن يرجعون ييبون أي مرض من الخارج ينشرون في عائلتهم أو الناس اللي حواليهم فاحنا ننصح للمسافرين أنهم دايما يتوجهون عندنا في عيادة المسافرين في هيئة الصحة في عيادة المنخول وعيادة البرشة هاي العيادة تختصنا الطبيب يراجع الحالة الصحية للمريض يعرف وجهة السفر من وجهة السفر والحالة الصحية إذا الشخص كان كم عمره إذا كان طفل أو كبير المرأة حامل أو غير حامل عندهم أمراض مزمنة على هذا الأساس الطبيب يقدم المشورة والنصح الطبي وينصح بالتطعيمات اللازمة للدولة المخصصة يعني نوعية التطعيمات تختلف من دولة لأخرى بالضبط تختلف من دولة لأخرى طيب ما هو الوقت المناسب للتطعيم قبل السفر دكتورة ننصح الناس أنهم ميون آخر فترة لأن آخر كم من يوم التطعيم يحتاج وقت لنا يكون مناعة في جسمهم فالأفضل من أسبوعين إلى أربع أسابيع حتى لو أكثر يكون ممتاز بس على الأقل يكون أسبوعين لأن التطعيم هو عبارة عن محلول يحتوي على الفيروس أو البكتيريا أو جزء من هذا الفيروس هذا المحلول اليوم نحقنا في الجسم يبدأ الجسم يكون مناعة ضد هذا الفيروس أو البكتيريا فالتكويل الأجسام المضادة والمناعة محتاجة فترة محتاجة أيام تقريبا نقول أسبوعين فالأفضل منهم يوميون آخر فترة حتى لو أخذوا التطعيم أول ما بيسافرون بيكون بعد الجسم ما كون أجسام مضادة لهذا المرض فما بيعطيهم المناعة والبروتكشن اللازم كل ما يوم مدة قبل يكون هذا الشيء أضمن لصحتهم ممتاز نشكركم على هذا البرنامج الجيد الذي عرفنا بإمكانيات الهيئة ولكن للأسف الواقع مغاير أتمنى بس تتصلون في صاحب المسج هذا خلونا نشوف شو المشكلة اللي موجودة عنده ونحاول معاه يمكنني يفيدنا بأي شيء عموما دكتورة يعني ذكرتي أن أقل شيء من أسبوعين وكل ما طولت المدة قبل الطعيم من أسبوعين على الأقل يكون أفضل إلى أربع أسابيع أفضل مدة يعني مدى توفر أنواع التطعيمات للمسافرين في منستشيات ومراكز الهيئة وعياداتها في مراكز الهيئة أغلب التطعيمات متوفرة احنا نشوف بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية الأشياء اللي توصف فيها دايما نتابع هذا الشيء باستمرار نتابع بعد اللي هو مركز مكافحة العدوى في أمريكا CDC نشوف شو أهم الأمراض المنتشرة عالميا شو أهم الأشياء اللي محتاجينها الناس ونوفر أغلب التطعيمات فأغلب التطعيمات والحمد لله تعتبر متوفرة عنا مرات ممكن يخلص بعض التطعيمات بسبب إقبال زائد من الناس أو أن ننتشر مرض معين في بلد أخرى فيزيد الإقبال منهم يخلص بس بالتعاون مع الصيدلية الفارمسل عندنا في الدي اتش اي يحاولون أن يطلبون التطعيمات في أسرع وقت بتعاون مع الشركات التطعيمات ونرجع نوفرها طيب في عندي رسالة تقول عندي شكوة على هيئة الصحة في دبي حيث وقامت بتعيين خريجات باكالوريوس كلية التقنية بدرجة خريجات الدبلوم أين تشجيع المواطنين للعمل في مجال هيئة الصحة بو عبد الله نحاول نحن نصطدي في الحلقات القادمة إن شاء الله حد من الموارد البشرية يرد علينا على هذا المواضيع وأيضا في السفسار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تمت عملية استأصال لوزتين وعمري 15 سنة والآن يتكرر معي التهاب الحلق باستمرار كل شهر مرتين فبماذا تنصحون نحن نحول هذه الاستفسارات الطبية إلى برنامج بلسم حيث أن هذا البرنامج هو المخصص للرد على الاستفسارات الطبية من خلال الحلقات المخصصة لهذا الموضوع نرجع لحديثنا مع الدكتورة سوسن دكتورة يعني كيفية مواكبة التطعيمات اللازمة عالميا أقصد يعني اللي توصي بها منظمة الصحة العالمية للمسافرين هل الهيئة دائما مواكبة لهذه التوصيات؟ طبعا الهيئة ونحن في مركز الطب الوقائي في هيئة الصحة نهتم بصحة المجتمع ككل فيوميا إحنا لازم الأخصاء الوبائيات يطلع على الأمراض المنتشرة في جميع بلدان العالم دائما يسوي أبديتنج لكل الدكاتورة والمجموعة فدائما نكون على علم في أي مراض انتشر في البلدان اللي حوالينا هالشي خلينا نعرف أن أي مسافر يعينا بيصير بلد معينة نكون إحنا أبديتنج نعرف أنه في أمراض يديدة في هذا البلد أو انتشرت بطريقة أكثر وأغلب التطعيمات مثل ما قلت لك متوفرة عنها فنعطيها للأشخاص لحمايتهم وحماية المجتمع ككل طيب دكتور نتلكم جهود كبيرة في هذا المجال في حماية حتى الأمن الصحي لإمارة دبي نحن ما نتناول هذه المواضيع كذلك وغيرها من المواضيع الخاصة بالتطعيمات لكن من بعد ما نتوقف مع فاصل قصير فاصل قصير ونتواصل معاكم مستمعين الكرام صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي هذه الحلقة موضوعنا الرئيسي نتحدث فيه عن التطعيمات بشكل نعام وتتواجد معنا في السوديو دكتورة سوسن النحاس طبيب أخصائي طب المجتمع دكتورة كنا قد تحدثنا عن التطعيمات الخاصة بالمسافرين خارج الدولة الآن يعني قبل أن نطلق إلى المسار الثاني له التطعيمات المتوفرة للجمهور بشكل عام والمتعلقة بالوقاية من الأمراض الموسمية بس أبغي توضيح على السريع دكتورة بالجهود اللي تقومون فيها للحفاظ على الأمن الصحي في إمارة دبي بالنسبة للأمن الصحي في إمارة دبي في جهود عظيمة يقومون فيها هيئة الصحة بالتعاون ما بين الرعاية الصحية الأولية وكذلك المستشفيات ونحن في مركز طب الوقائي نقدم تطعيمات روتينية للكبار وكذلك تطعيمات المسافرين وكذلك مراقبة لأي أمراض معدية حتى لو كانت أمراض بسيطة أي أمراض معدية متواجدة في إمارة دبي إحنا في مركز طب الوقائي يوصلنا لها أي بلاغ ونقوم بعمل لازم لمنع انتشار هذا المرض المعدي مهما كان بسيطا عن طريق الأدوية الوقائية أو عن طريق أن نحاصر المرض بتطعيم المخالطين فهذه من أولوياتنا وعملنا اليومي اللي هو يوميا نقوم بمراقبة هذا الشيء يعني جهود مشكورة دكتورة برجع الآن إلى أن في هذه الفترة تختلف المواسم والأجواء يعني دائما ما نسمع ونعرف عن أمراض مرتبطة بفصل محدد يمكننا الحين تقلب الجو ونحن في فصل الشتاء ما أدري إذا هو كان فصل الشتاء بالتحديد ولا لا لكن الجو برد الحمد لله عموما يا ترى دكتورة ما مدى استعداد الهيئة لمواجهة أمراض مثل البرد والإنفلونزة وهل هناك تطعيمات وقائية يجب على الأشخاص والجمهور أنهم يأخذونها خلال الفترة هذه من نسبة لموسم البرد موسم البرد من أول ما يدخل ننصح الناس عامة أنهم يأخذون تطعيم الإنفلونزة لأن تطعيم الإنفلونزة هو عبارة عن تطعيم ضد مرض الجهاز التنفسي اللي يسبب فيروسات الإنفلونزة اللي تسبب التهابات في الحلق وسيلان في الأنف وممكن عند بعض الأشخاص اللي عندهم خطورة أعلى مثل اللي عندهم أمراض مزمنة الحوامل الأطفال اللي أقل من خمس سنوات أنه يصير عندهم مضاعفات أكثر من الإنفلونزة فإحنا نشدد يعني نخبر كل الناس أن ننصحهم فيه بس نشدد أكثر على الفئة ذات الخطورة العالية أنهم من بداية الموسم الأفضل من شهر أكتوبر أنهم يأخذون تطعيم الإنفلونزة الموسمية واللي يقي من أمراض الإنفلونزة لمدة سنة فسنويا في الأفضل أنهم يأخذونها وبالذات اللي عندهم خطورة أعلى مثل ما قلت أعيد الأمراض المزمنة اللي عندهم أمراض قلب أمراض السكر لأنها مناعتهم تكون أضعف من غيرهم اللي عندهم ربو الأطفال أقل من خمس سنوات النساء الحوامل الحامل بتسألني أقدر أخذ الإنفلونزة طبعاً إحنا ننصح فيه والحامل ما يضر أبداً هذا التطعيم بالعكس تقدر تأخذه والأطفال أكثر من ست شهور يقدرون يأخذونه ممتاز الاستغفار والصدقة دواءان لكل داء أيضاً في مسج تاني يقول تحياتي لك ولضيفتك أسأل لماذا لا يتم تطعيم تطعيم جميع الفئات من العمال ضد مرض الكبد الوبائي ويختصر فقط في فئات الخدامات والمربيات محمد الجزيري في بعض العمال حتى احنا نعطيهم هذا الشيء يعتمد على طبيعة العمل لأن مرض الكبد الوبائي اللي احنا نعطيهم التطعيمات هو الكبد الوبائي باء فيه الكبد الوبائي أكثر من نوع ألف اللي هو ينتقل عن طريق الأكل والشرب الباء هو اللي ينتقل عن طريق الدم فهاي الفئة بما أنه عن طريق الدم فما يكون طريقة الانتقال بشكل سهل يعني محتاج طرق محددة فإحنا الناس مثلاً العاملات اللي يشتغلون في الصالونات الأطباء هذي لأكثر عرضة أنهم يصابون في الأمراض المربيات لأننا نشوف أنهم نفس الشيء يعني في البيت ممكن هالشيء عرض الأطفال زائد أنهم يستخدمون أدوات حادة مثل السكين فإحنا نشوف الفئة اللي هي ممكن يكون عن طريق هذا التواصل المرض ونطعم هاي الفئة بس هو إحنا ننصح كل الناس اللي يأخذونا إحنا نركز على الفئة اللي ممكن فعلاً تنقل المرض فالعمال اللي إحنا نشوف يعملون في مجالات ممكن تنقل المرض إحنا نعطيهم التطعيمات ممتاز دكتورة في أي من المراكز ستوفر التطعيمات وهل بإمكان جميع أفراد الأسرة أخذ تطعيمات الإنفلونزة على سبيل المثال يعني هذه التطعيمات أنت ذكرت أن الواحد لازم يأخذها خلال أن تتفضلين شهر أكتوبر بما أن هذا قبل الموسم يعني الخاص بالأمراض اللي تنتشر وهو هذا تطعيم سنوي يعني وين ممكن تتوفر ومن هو يقدر يأخذها بالنسبة لبعض التطعيمات نحن نوفرها في جميع مراكز الهيئة للتسهيل على المراجعين والجمهور أنهم يأخذونها فمثل تطعيم الإنفلونزة أو حتى تطعيم الحمى الشوكية اللي هو خاص بالعمرة أو الحج نحن نوفرها في جميع المراكز الصحية للتسهيل عليهم بعض الأمراض اللي خاصة بالسفر في عيادة المسافرين اللي هي في عيادة المنخول وعيادة البرشة أما بالنسبة للإنفلونزة أو الحمى الشوكية يقدرون يأخذونها من أي مركز صحي من مراكز الهيئة وأغلب الناس يقدرون يأخذونها اللي عمرهم أكثر من ست شهور يقدرون يأخذونها حتى النساء الحوامل كبار السن الجميع يقدر يأخذها وينشدد أكثر عيد مرة ثانية اللي عندهم خطورة أعلى أنهم يصابون بمضاعفات الإنفلونزة هذي الأكثر نحن نشجعهم منهم يروحون يأخذونه التطعيم سنويا طيب الواحد إذا أخذت تطعيم دكتورة يعني ممكن أقول أن أنا ما رح أزجم؟ لا ممكن أزجم الفرق أنا بقول لك الفرق هذا التطعيم يقى من فيروسات الإنفلونزة الزكام يكون من عدة فيروسات ممكن يكون حساسية بعد ممكن يكون حساسية وممكن فيروسات ثانية فيروسات عديدة في أدينوفايروس كورونا فيروس في وائد فيروسات هذا التطعيم يقى فقط من الإنفلونزة بس الإنفلونزة هو أكثر فيروس يسبب شدة في هاي الأعراض يعني الفيروسات الثانية ممكن تسبب زشام أخف أما الإنفلوانزة يكون أعراض أكثر زائد أن الإنفلوانزة ممكن تسبب مضاعفات أكثر حتى يغطي من الإنفلوانزة الطيور والخنازير يقي هذا التطعيم فالإنفلوانزة التي تكون مسببة لأكثر مضاعفات يكون بسبب فيروسات الإنفلوانزة طيب دكتور أنا هذا يقودني للحديث عن طرق الوقاية من بعض هذه الأمراض يعني شو هي طرق الوقاية غير التطعيم زائد أن شو هي الممارسات الصحية اللي يجب على الشخص أن يمارسه أثناء تعرضه لمثل هذه الفيروسات وحتى أثناء سفرة كذلك إن شاء الله بالنسبة لأمراض الإنفلوانزة هي أمراض تنفسية فتنتقل عن طريق التنفس أهم شيء إن الواحد إذا بيروح أماكن مزدحمة سافر أماكن مثل الحج أو العمرة يكون فيها وائد أشخاص إنه يحاول يلبس الكمامات في الأماكن المزدحمة من أهم الأشياء للوقاية من هذه الأمراض حتى وإنت مبتون سافر أو موجود هي غسل اليدين غسل اليدين تعقيم اليدين إذا ما قادر كل شوي إن الشخص يغسل إيده في الماء والصابون يعقم اليدين لأنه في حالة أنه لامس أي أسطح كان عليها الفيروس وبعدين في إيده هاي لامس عينها أنفة أو فما ممكن ينقل للمرض فغسل اليد هو أهم شيء ممكن يتخذه في حالة أنه كان شخص مريض ما يقترب من الأشخاص المرضى اللي فيهم إنفلوانزة في ناس أنه حتى لو شافت شخص مريض بتسير بتسلم عليه بتكون قريبة منه يحاولون أنه يبتعدون عن الأشخاص المرضى يحاولون أنه ما يتشاركون في أشياء ممكن تنقل لهم المرض هذه أهم الأشياء الممكن أن تخذون طيب دكتورة يعني هنا أنا بغي أتكلم شوي عن موضوع التطعيمات الخاصة بالحمة الشوكية قلت إنها هي متوفرة في كل مكان خلن نعطي المستمعين بعض المعلومات عن الحمى الشوكية وأهمية التطعيم من قبل ضد هذا المرض طبعاً تطعيم الحمى الشوكية هو التطعيم إجباري بالنسبة للأشخاص المسافرين للمملكة العربية السعودية للحج أو العمرة كم مدتها؟ على حسب أنواع التطعيم فيه تطعيمات ثلاث سنوات فيه أنواع من التطعيمات من خمس إلى عشر سنوات تعطي مدة فهذا التطعيم هو إجباري تجبر المملكة العربية السعودية الذاهبين للحج أو العمرة أنهم يأخذون هذا التطعيم ومن بعدها تسوي لهم الفيز هذا التطعيم هو الحمى الشوكية هو التهاب الأغشية المخ السحائية فهذا ينتقل عن طريق التنفس وعن طريق الأماكن المزدحمة تزيد فرصة انتقاله ومن أجل سلامة الناس فرضت وأجبرت المملكة العربية السعودية أي شخص قادم للحج أو العمرة أن يأخذه فطبعاً نحن ننصح الناس أنهم يأخذونا وقبل فترة مثل ما قلت على الأقل أسبوعين على أساس أن التطعيم يبدأ يعطي مفعول في أجسام الناس وفعلاً يعطيهم الوقاية الكافية طيب نحن نحاول نتصل بأصحاب الرسائل النصية عشان نأخذ معلومات أكثر عن بعض الملاحظات الخاصة اللي بعثونا إياها عبر الرسائل النصية ونحاول أن أقرأ كل المسجات وحقيقة يعني شيء بعض الرسائل ما لها علاقة بالبرنامج يمكن لأن البرنامج صادف أنه بعد البت المباشر فهما الجمهور لأننا الحين على رسائل خاصة بهذا البرنامج عموماً عندنا مكالمة ألوه طيب في انتظار ليما تجهز المكالمة هذه دكتورة نعود للحديث عن هذه التطعيمات وتوفرها أنت قلت المراكز اللي ممكن تتواجد فيها معظم التطعيمات وذكرتي التطعيمات الخاصة بعيادة المسافرين موجودة في مركز المنخول ومركز البرشة الصحيح ومركز البرشة الصحيح شو أوقات العمل عندهم؟ من الساعة السابعة والنصف إلى الثاني والنصف من الأحد إلى الخميس من الأحد إلى الخميس طيب إذا في حد يبغي يتواصل معاكم بشكل مباشر فيه أرقام معينة ولا يتواصلون مع الرقام الخاص فيه خمسة صفر اثنين ثلاثة 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 واحد هاي عيادة البرشة وفيه خمسة صفر اثنين واحد اثنين اثنين سبعة هاي عيادة المنخول إذن صفر اربعة خمسين اثنين ثلاثة 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 واحد للبرشة والمنخول خمسين اثنين واحد اثنين اثنين سبعة أيضا عندكم الرقم اللي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع لمزيد من المعلومات تحول هذا الموضوع اللي هو رقم مركز الاتصال التابع لهاية الصحة 800-342-800-DHA دكتورة الآن في عندنا مجموعة من الفترات اللي سمعنا فيها انتشار بعض الفيروسات اللي ما لها علاج على حسب ما سمعنا لكن دائما ما يتم التركيز على مسألة الوقاية يا ترى هل في بالفعل الفيروسات نحن ما نقدر نعالجها وما لها تطعيمات طيب وكيف ممكن نحن نقي أنفسنا من مثل هذه الفيروسات وأيضا شو الجهود اللي تقومون فيها أنتم في حماية المجتمع من مثل هذه الفيروسات هذه الفيروسات بما أن ما لها أي تطعيم تعتمد طرق الوقاية منها على طرق الانتقال تختلف الفيروسات في طرق انتقالها منها ما ينتقل عبر الجهاز التنفسي منها ما ينتقل عن طريق الأكل والشرب أو عن طريق الدم وسوائل الجسم فبالنسبة لهذه الفيروسات بتحديد الأمراض نحن نشوف شو المرض الموجود نبدأ نوعي الناس ونخبرهم بطريقة الوقاية على حسب طرق انتقال هذا المرض فكل طريقة انتقال لها طريقة وقاية خاصة فيها مثلا دكتورة شو مثل الفيروسات اللي موجودة عندنا اللي مالها شسمة؟ مثلا فيروس الإبولان اللي انتشر في بعض الدول الأفريقية هو فيروس خطير ويسبب حمى نزفية فهذا طرق الانتقال يكون عن طريق الدم وسوائل الجسم نعم فطرق الوقاية هو عن طريق منع الاتصال المباشر بالدم أو بالجثث اللي يكون فيها أو بالمرضى اللي يكون مصابين بهذا المرض لمنع الاتصال مع سوائل جسمهم أو الدم ممتاز دكتورة يعني أنا شاكر لتتوجدت معنا في حلقاتنا مرت بشكل سريع يعني كنا نأمل بأن نجد المزيد من الوقت للحديث معت حول هذا الموضوع لكن إن شاء الله لنا لقاءات قادمة في المستقبل القريب إن شاء الله دكتورة سوس النحاس طبيب خصائي طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهية الصحة في دبي شكرا جزيلا لت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أيضا مستمعين الآن يتواجد معي عبر الهاتف الأستاذ عبدالله بالعومة من الموارد البشرية بهية الصحة في دبي عبدالله هياك الله معانا أخوي محمود الله يحييك يبجيك أخوي أهلا أخوي عبدالله نيتني رسالة كانت تتكلم عن أن هيئة الصحة قامت بتعيين خريجات بكالوريوس كلية التقنية بدرجة خريجات التبلوم وكانوا يقولون أين تشجيع المواطنين للعمل في مجال الصحة يا ترى بشو تردع له هذه الرسالة طبعا أنا سمعت المداخلة بخصوص من الأخبة عبدالله على تعيين خريجات البكالوريوس مكلية التقنية بدرجة التبلوم في الهيئة أنا حاليا نحن اللي نقوم بها الأخ محمود تعيين أي مواطن من حملة البكالوريوس في دبي أو لأي إمارة أخرى يتم تعيينهم فيها الصحة على درجة الجامعيين أو درجة البكالوريوس ما عندنا أي مواطن يتعين على درجة التبلوم وإذا الأخ عنده مثلا بشكلة أو شيء بسيط أو أي شيء يعني أو أي كسار يقدر يتواصل لنا ونحن بيباننا مفتوحة وأهلا وسهلا طيب نحن ما نحول رقم بعبدالله عليكم أخوي عبدالله لكن خلنا الحين نتكلم بعد كذلك على الجهود اللي تقوم بها هيئة الصحة في دبي يعني في مجال التوطين يا ترى شو هي المجهودات والأنشطة اللي تقومون فيها في هذا المجال طبعا الأنشطة أخوي محمود تفرق بيننا يعني في عندك التوطين شغال على التوطين مثلا تقول المناصب الكبيرة أو المناصب الإدارية العالية طبعا بحضور المعارض وبحضور الأيام المفتوحة في الجامعة لأننا نحاول قد ما نقدر نيب مواطنين أو نجذب المواطنين لهيئة الصحة طبعا حتى قمنا بتفكين الوظائف الإدارية لأننا نقدر نحاول نيب مواطنين أكثر في الوظائف الإدارية في هيئة الصحة طبعا نعنا التعليم الطبي بعد شغال في البرامج اللي هي المنح الدراسية اللي يقوم فيها اللي هي مثل الطب اللي قام عندهم هناك قد ما يدرون بعد يطورون من ناحية التوطين في هالأماكن أو هالمناصب والله نحن نتمنى عبدالله إن شاء الله في يوم من الأيام حتى التوطين يمتد إلى مهن كثيرة في القطاع الصحي من ضمنها التمريض يعني أنا وايد أتمنى جهود أكبر في هذا المجال وانتم بعد ما مقصرين لكن هناك يعني عقبات كثيرة في هذا المجال عبدالله بس باختصار إذا ما نتكلم عن طرق التقديم لهيئة الصحة شو هي القنوات اللي موجودة عندكم؟ طبعاً نحن عندنا قنوات التواصل أخوي اللي هو موقع الهيئة اللي هو www.dha.gov.e أو حتى عن طريق موقع الهيئة هناك بيحصل career.dha.gov.e وعندنا رقام التواصل اللي هي 04-219-7229 هذا رقم متب مباشر وعندهم رقام التواصل مع شعب التوظيف اللي هو 04-219-7545 أو الاتصال على 834-2 ويحاولونهم علينا على طول على شعبة التوظيف أو شعبة التخطيط أخوي عبدالله بالعومة عبدالله أنت رئيس قسم الموارد البشرية صح؟ نعم رئيس قسم التخطيط والتوظيف في الموارد البشرية نحن شاكري لك هذه المداخلة وشاكري لك سرعة الاستجابة شكرا جزيلا هذا واجبنا أخوي ونحن حاضرين وفعلكم طيب عموما مستمعين أنا عندي أقل من دقيقة لكن بذكركم بالإعلان الصادر بساعات العمل الخاصة بمرافق هيئة الصحة في اليوم في عطلة المولد النبوي وأيضا ما نتكلم كذلك عن الأوقات هيئة الصحة أعلنت اليوم مواعيد وساعات العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة المولد النبوي الشريف التي ستصادف يوم غد الخميس الموافق 24 ديسمبر 2015 وكلفت الهيئة بتعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء اللي نحن سميه أونكول وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها مراكز الرعاية الصحية الأولية يعني بتكون ساعات العمل خلال عطلة المولد النبوي بمركز البرشة وند الحمر على مدار الساعة مركز اليسيري الصحي من الساعة الثمان الصبح لين الساعة ثلاث المساء فيما ستكون كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية الأخرى مغلقة قطاع المستشفيات العمل في أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الهيئة دبي راشد لطيفة حتى سيكون على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد العيادات التخصصية بتكون مغلقة في قطاع المستشفيات مستشفيات الهيئة أثناء عطلة المولد النبوي الشريف باستثناء عيادات طب الأسرة بمستشفى حتى واللي تفتح بوابه خلال العطلة من الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساءا أيضا مراكز دبي للعلاج الطبيع وعادة تأهيل الثلاثيمية دبي السكري مركز دبي للأمراض النسائية والأخصاب بتكون مغلقة آخر وستكون كافة مراكز فحص اللياقة الطبية مغلقة باستثناء مركز المحصلة لفحصات اللياقة الطبية اللي بيفتح بوابه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا آخر تذكير عيسى إذا بتسمح لي أنا أدري أنه يعني تعديت الوقت لكن بس أبغي أذكركم يا جماعة الخير أن هناك بعض التطعيمات إجبارية مثل تطعيم الحمى الصفراء وهذا التطعيم يتم أعطاهم بطاقة صفراء تكون مثل الشهادة أنهم حصلوا على هذا التطعيم عموما مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم بعد الإجازة نتمنى لكم يعني سنة سعيدة وحيسى يأشر لي يقول لي هيا تكلم تكلم لا عموما أنا بختم كنت معكم من خلال هذه الحلقة محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج الأساد عيسى سبيل كل التحية لكل من ساهم في هذه الحلقة ولكل من داخلنا وإن شاء الله ما نتواصل معاكم مطلع الأسبوع القادم وكل عام وانتوا بخير صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي